إلى لبنان انهيار متسارع يشهده سعر صرف العملة اللبنانية حتى بات الدولار يساوي نحو 13 ألف ليرة أي ستة أضعاف السعر السابق وما يزيد قلق اللبنانيين أن السلطات تقف عاجزة أمام مشهد الانهيار من دون أي خطط أو حلول للأزمة المستفحلة لماذا تنهار الليرة اللبنانية أمام الدولار وما الأثار المترتبة كل هذه التفاصيل نتابعها مع الزميلة كارولينا نصار وهذا العرض وهذا الانهيار الجنوني والارتفاع القياسي للدولار كارولينا ربما هي الأسباب السياسية أو حتى أيضا التدخم الحاصل طوال عام صحيح روبير وحتى البعض يعطيها إلى أكثر من عام وإلى هذه السلطة التي تعجز منذ أكثر من سنة من إيجاد أي حلول وبالتالي عزلة لبنان وكل هذه يعني الانعكاسات السياسات اللبنانية الداخلية على الوضع الاقتصادي على وضع اللبنانيين داخل وخارج البلاد انهيار جديد نتحدث عنه اليوم روبير تسجله الليرة اللبنانية مقابل الدولار كما ذكرت وسط عجز الحكومة والمؤسسات عن ضبط الانهيار المتسارع بالأرقام وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى قرابة 13 ألف ليرة في السوق الصوداء وهو أدنى مستوى تصل إليه الليرة اللبنانية سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار الواحد إلا أن هذا السعر غير معتمد روبير بأي عمليات تجارية أشعل انهيار الليرة التي فقدت تقريبا 85% من قيمتها منذ بدء الأزمة أشعل احتجازات جديدة ولجأ المواطنون لقطع الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية يترافق انهيار سعر صرف الليرة مع غلاء المواد الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعا جنونيا في ظل غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين بات الحد الأدنى للأجور اللبنانيين يعادل 65 دولار كما انخفضت عمليا رواتب العسكريين نتحدث عن الجيش والشرطة ما يعادل 500 دولار إلى ما يعادل 65 دولار يقول خبراء أن أسباب ارتفاع أسعار الصرف تشمل عدم إعطاء المصارف الدولارات وعجز المالية العامة حجز أموال المدعين في المصارف الهدر من أموال الخزينة العامة وأيضا يربط خبراء تحسن الأوضاع بحصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهذا غير ممكن في ظل حالة الفراغ الحكومي ووسط انسداد أفق الحل يبقى للمبنانيون رهينة الأزمات السياسية والاقتصادية فيما يستمر السياسيون بالتناحر على حصص في الحكومة والتي يفترض أن تتشكل من خبراء ومستقلين ترجمة نانسي قنقر